اتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل بسنته والسنة هي كل ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو صفات سواء كانت الصفات دي خلقية أو خلقية أو تقريرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة أو بعض الناس على أشياء كانوا بيعملوها في سنن مازال الناس محافظة عليها وسنن تانية الناس هجرتها وتركتها وهي دي السنن اللي هنتكلم عنها إن شاء الله الناس تركت بعض السنن إما مش عارفة السنة أصلا وإما إن هي أعراضت عنها وإما من باب الكسل أو بنعملها لكن بشكل أليل أو بنعملها وإحنا مش عارفين أصلا إن هي سنة مأثورة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تكون بتعمل عمل معين هو سنة لكن أنت بتعمله على سبيل العادة اعتدت إن أنت تعمل العمل ده لأي سبب وعشان تحول الأمر الاعتيادي اللي بقى عادة لعبادة ما فيش غير النية النية هي اللي بتحول العادة لعبادة ومعنى إن أنت بتعمل سنة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فده اتباع لحضرته الشريفة اللي بيجعلك من أهل الوراثة المحمدية يعني إيه؟ يعني بتكون وارث محمدي على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عملك وتعلؤك بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل التخلق بأخلاقه الشريفة والتخلق هو سبيل التحقق يعني العمل بيبقى طبيعة وساجية عندك مفيش أي تعب أو تكلف وانت بتعمله وصلنا الزمان كتير من الناس سابت السنن وزهدت فيها خلاص حتى ماتت واندثرت أصلا كتير منها أصبحت في غربة شديدة لدرجة أن بعض الناس أصلا ممكن ينكرها وده مش جديد غربة كتير من السنن كانت موجودة بعد عصر النبوة بفترة قريبة جدا وبعض الصحابة الكرام والتابعين أدركوا ده في زمنهم ونعوا عدم العناية وعدم الالتفاق لسنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيالوا ده كان في زمن ما زال الدين فيه لسه غض طري وما زال الناس قريب العهد بأنفاس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلكم لو أدركوا الزمان اللي احنا عايشين فيه الوقت ده بيفصر لنا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فعمل بها كان له أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجورهم شيئا كمان ده بذكرنا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم من مين؟ من الصحابة الكرام رضوان الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بما سيكون من أمر الأمة من بعده من قلة عناية الناس بأمور الدين وبيبين لنا أجر المتمسك بدينه في الأزمان اللي احنا عايشين فيها وبيوصي أمته بالصبر رجاء إيه؟ رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى وده من عظم بلاء الزمان اللي احنا عايشين فيه زمان المسلم المتمسك بدينه بالضبط حاله حال القابض على جمر من نار ربنا يجعلنا على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحققنا كلنا بأخلاقه وأحواله الشريفة اللهم آمين موسيقى اشتركوا في القناة